أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم واحد تسعمائة حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد وشهدت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في البلاد حسب بيانات الجامعة انخفاضا بعد رصدها خمسة وستين ألف واربعمائة وتسعين إصابة جديدة بالوباء مشيرة إلى أن أجمال الإصابات في الولايات المتحدة بلغ أكثر من أربعة ملايين حالة فضلا عن وفاة مائة وستة واربعين ألفا واربعمائة وثلاثة وستين شخصا